لا تزال البنادق تعمل في جبهات الضالع والمواجهات تتسيد الموقف وفي المحصلة تقدم للجيش الوطني شمال المحافظة إثر هجوم شنته قوات اللواء 83 مدفعية وقوات من اللواء الرابع تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في قعطبة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا مصادر إعلامية قالت إن سلسلة الجبلية بمنطقة القفلة وباب غلق وسلسلة اتباب السود وعددا من تباب القراميد هي الأخرى أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني تكمن أهمية هذه المواقع المحررة حديثا في أن السيطرة عليها يمكن قوات الجيش الوطني من الإشراف على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق سليم والفاخر والزبيريات وهي مناطق رئيسة بالنسبة للميليشيا التي تتخذ منها مواقع للسيطرة والإمداد المتقدم المواجهات المستمرة في الضالع وإن كانت لا تأتي ضمن خطة للتحرير الكامل إلا أنها تحفظ للناس علاقتهم بمعركة التحرير من الانقلاب لكن هناك من يرى أن المواجهات بهذه الطريقة المتقطعة والمحدودة الأهداف والنطاق الجغرافي ليست سوى استنزاف للجهد والعتاد وتصنع للميليشيا دعاية حربية تستثمرها في تجنيد الناس للجبهات وتصنع منها انتصارات وهمية في منصاتها الإعلامية وما بين قول وآخر يظل اليمن محبوسا في حالة لا حرب واللا سلم هذه وإن كان صوت البندقية أكثر حضورا في الضالع